في ذات السياق دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مستقل بشأن التقارير حول اكتشاف مقابر جماعية في مستشفيين في غزة دمرتهم القوات الإسرائيلية وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستعدون إن هذه التقارير تطرنا إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق مستقل في جميع الشبهات والظروف نظرا إلى احتمالية ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ترجمة نانسي قنقر